طيب يعني هو الأسئلة لسه كتير نكملها ولا نخش على الأسئلة اللي عندنا احنا طيب أنا ممكن أروح للدوافر لأن فيه سؤال كمان خاص بالدوافر يعني فيه حد بيسأل عن أن الدوافر فيه ناس بتعاني من مشاكل فيه ألوان الدوافر فيه اللي بيبقى لون أصفر ولون على أورنج شوية فيه ناس دوافرها كل ما بتطول بتتكسر يعني دي حاجات قام من ناس كتيرة بتعاني منها يمكن سهة برضو معنا بتسأل حضرتك السؤال ده طبعا مشاكل الدوافر في كل الأعمار بنات صغيرة وستات كبيرة وكل كلام ده أهم حاجة أن احنا نعرف نعتني بدوافرنا قبل ما ننام نحط موسترايزين ونحط كريم بتاعنا حوالين الجلد ده مهم جدا لو البنات اللي بيحطوا الأكلاريك والجل والحاجات دي هتحطوها بس ادوني سبيس من غيرها يعني ادوني سبيس خلق عشان تنفس عشان الدوافر نفسها تتنفس ده مهم جدا مش بالسنة انت كاتمالي الدوافر بتاعتك بالجل والأكلاريك ده حاجة تاني حاجة موضوع الألوان الألوان العلامات البيضة اللي احنا بنشوفها دي بتبع نتيكة نقص زنك طبعا أنا شايفه هو على الشاشة الزنك عندي في أبو مولتي في 23.9 أعلى تركيز في الزنك طيب النحاس مدام فيه زنك يبقى لازم لما أخد سابلمان فيه زنك لازم يبقى فيه حاس لازم لأن لا يمكن الزنك هيشتغل من غير النحاس من أهم المشاكل برضو بتاعت الدوافر نقص الكالسيوم كالسيوم مهم لتكوين العظام لتكوين الأسنان لتكوين الضوافر ولصحة القلب وعضلة القلب مش بس تجميلي الكالسيوم مهم جدا للانقباض عضلة القلب من غير كالسيوم القلب مش هيشتغل وأصاده ماغنيسيوم عشان ما يبقاش انقباض بس أنا عندي انقباض ولازم أصاده انبساط فأعتقد قلب مالتي فيت هيبقى رائع جدا لو استخدمته أولا قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء لازم كل مرة في الحلقة أقول لا دي نقطة في غاية الأهمية لأن فيه ناس بتستسل وبتروح تشتري أدوية ما عندهاش ترخيص والترخيص ده هو اللي بيديك الأمان في الاستعمال فما ينفعش ان انت تسيب صحتك لأي دواة كده من غير ترخيص فدي نقطة أكيد لازم نأكد عليها كل مرة ترجمة نانسي قنقر